اختتمت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الساعة الثامنة مساء يوم الأحد بالتوقيت المحلي تصدرها المرشح المستقل إمانويل ماكرون بنسبة 65% من الأصوات بحسب تقديرات معاهد اعتبرت هذه النسبة نصرا واضحا على منافسته مرشحة اليمين المتطرف زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان وفي حال عدم حدوث أي حالة خاصة سيصبح ماكرون البالغ من العمر 39 عاما أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا أفد فريق حملة ماكرون أن محادثة هاتفية قصيرة وودية جرت بين المرشحين ماكرون ولوبان عند اقتراب عملية التصويت من النهاية حيث اعترفت لوبان بهزيمتها وأعربت عن تهانيها لمنافسها وألقى ماكرون خطابا تلفزيونيا بعد أعلن النتائج الأولية قال فيه أن تاريخ فرنسا سيفتح صفحة جديدة تلك الليلة وأوضح أنه سيعمل على تحسين وضع الانقسامات الاجتماعية الفرنسية أيها المواطنون العزاء تاريخ الفرنسي سيفتح صفحة جديدة هذه الليلة أتطلع إلى أن تكون صفحة مفعمة بالأمل والثقة وسيبدأ تجديد حياتنا السياسية في وقت مبكر غدا هذا وسيعلن المجلس الدستوري الفرنسي النتائج النهائية للجولة الثانية من التصويت قبل يوم العاشر من هذا الشهر لينصب بذلك رسميا الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة في فرنسا ترجمة نانسي قنقر